هنروح لكرة الماء تحت 17 سنة الاهلي يفوز على الزمالك بطولة الجمهورية بنتيجة 12 ستة فريق كرة الماء بالنادي الاهلي تحت 17 سنة موليد 2006 فازوا على الزمالك بنتيجة 12 ستة في المطش اللي كانت لعب بالنفرقين على حمام سباحة نادي هليوبلس في منافسات بطولة الجمهورية مبروك طبعا للفريق أداء جيد سبات اللعبة عاملة تفرة كبيرة جدا جدا فرقتنا كانت مسيطرة على المطش من بداية للنهاية وأكيد النتيجة موضحة وقدرنا نحن نفوز بفضل الدفاع الصلب والهجوم القوي الفعال وبيكون الجهاز الفني كل من اللوناني كوستس المدير الفني اللي هو طبعا الخبير اللي طبعا اتعاقد معه النادي الاهلي لتطوير كرة الماء وليد طبعا وصفي مدرب وعمر أحمد مساعد مدرب وهو سام محمد عزة إداري وسامح العشر المدير الإداري للقطاع التعليم هو أحمد أكرم خصائي تأهيل حقيقة كرة الماء سواء على مستوى الشباب أو على مستوى الفريق الأول 43 حقيقة محققين إنجاز كبير ممكن الكبار لسه فيزين بكأس مصر قريبا وستضفناهم واحتفلنا بيهم هنا إن شاء الله كل التوفيق ليهم في الدوري العام وأيضا في توت الجمهورية لفريق تحت 17 سنة وكل التوفيق طبعا لألعاب الماء بالنادي الاهلي وكده نكون خلصنا أخبارنا داخل جدران النادي الاهلي